بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الوحد امين حللني ابي جيد او بالبلد كويس ان الانسان يلتمس الاعذار لكل الحواليه يلتمس الاعذار لكل الحواليه لان ده بيجنبني الادانة وبيجنبني زي ما بيقولوا الشباب النفسنة وبيجنبني امور كتيرة قوي وده معناه ان قلبي قلب اب اكتر من ان قلبي يكون قلب قاضي كويس ان الانسان يلتمس الاعذار لكل الناس لكن ان الانسان يلتمس الاعذار لنفسه روحيا ده كلام صعب قوي وكلام ضرره بايخ علي وعلى حياتي وعلى خدمتي النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع عنوانه كده الاعذار او اشهر الاعذار اللي احنا دايما بنعتذر بيه وبعدين نشوف نتيجة الاعذار دي ايه وبعدين ناخد تدريب نعمل ايه في الاخر وكل ده ان شاء الله مش هزيد عن مص ساعة تعالوا نشوف الاعذار اللي هنتكلم معنا اول عذر الانسان بيستخدمه هو عذر التبرير يعني لما تيجي تلومه على حاجة او تواجهه بحاجة هو غلطان فيها يقول ايه ماهو كله بيعمل كده هي جات علي انا غصبا عن يعني ايه غصبا عنك يعني حد غصب عليك اهو بس اهو تعبير شائع و بس غصبا عن او يقولك ايه احنا بشر احنا بشر احنا بشر دي مشهورة اول او يقول الناس متعبة الناس مؤلمة الناس ما بتحتق ويقدق يعني هو تعصب فتقوله انت تعصبت ليه يقولك محدش بيحترم موعيده طيب انت ما انتش عارف ظروفه فبدل ما تلتمس له العزر انت بتتنرفز ولما نقولك انت تنرفست تلتمس العزر لنفسك وتقول هو اللي شخصية ايه مزعجة او يتقول ده انسان مستفز كل ده ببرر بيه خطأ انا وقعت فيه يبقى اول عزر او اول عزر بيلجأ ليه معظم الناس اسمه التبريد وفي قاعدة كده علموه لنا الاباء تبرر نفسك يدينك الله تدين نفسك يبررك الله دي هنرجع للعلاجات في الآخر نفتكر القول ده بس اعرف كده ان الانسان اللي بيبرر نفسه عادة يدان من الله واللي بيدين نفسه على خطأه يبرر من الله مفيش حد راح للمسيح وقال له انا خاطي وقال له خطيتك ممسوك عليك مهما كان حتى لو كانت ممسكة في ذات الفعل حتى لو كانت واحدة ست سامرية لها خمسة ازواج واحد من غير جواز او اي حد اي حد يقول له ربنا اني غلطان ربنا يدي له البر يقاوح مع ربنا زي ما هنشوف برضو تبقى مشكلة كبيرة قوي من صور برضو الاعذار في التبرير دي احنا لسا ما خلناش تبرير دي ابتكرت نقطة حكاية القاء اللوم على الآخر في قصة ادم وحاو بايخ قوي بايخ قوي هنجل طيب يبقى اول عذر هو التبرير تاني عذر اسمه دي الوقت الوقت داي طيب ما بتصليش ليه صدقني الوقت داي انا مرة فاكر روحت افتقاد لرجل اعمال من 22 سنة القصة دي فبقول له انت ما بتجيش خالص ليه انت غالي علينا وعاوزين نجوك في الكنيسة قال لي صدقني يا ابونا ما عنديش وقت اموت ما عنديش وقت اموت يعني يعني لو جاله ملاك الموت اقول له امشي دلوقتي ما عنديش وقت انا مش فاهم يعنيه الواحد ما عنديش وقت يموت مشغول ربنا يعينه يعني كان عنده مصانع انا هو عزل خالص راح منطقة تانية لكن عزر دي الوقت مشغولية ما بتنتهيش ودي يقف قدامنا فيها المثل اللي قاله رب المجد يسوع الانسان اللي دعا اصدقائه التلاتة وكل واحد من وجهة نظره قدم عزر مقبول انه ما عندوش وقت فواحد قاله انا جبت خمس ازواجة بقر عايز اشوفهم هيجيبوا قد ايه لبن وقد ايه قشطة وقد ايه زبدة وقد ايه سمنة واحد تاني قاله انا شاري حطة ارض عايز يعني اشوف مساحتها عشان ما تسرقش مني والتالت قاله ده انا عريس جديد يعني يعني فوتلي شوي المشكلة ان ربنا قال لهم كده محدش فيكم هيدوق العشا بتاعي ليه؟ عشان انتم من وجهة نظرته قلتوا ان ما فيش وقت بس الحقيقة الكلام ده ما يمشيش معايا زي ما هنشوف بعد كده العزر التالت مش ما عنديش وقت ما عنديش جهد ما عنديش جهد يعني دايما نعمل كل حاجة بنشاط الا شغل ربنا اول ما ييجي شغل ربنا يبتدي ايه؟ الواحد يقول ما عنديش جهد تبان امتى؟ في الصوم والصلاة في الصوم والصلاة تلاقي الهشاشة كلها اه مش كده مفيش جهد مفيش جهد وبعدين الاقي واحدة سيدة كده تقولي يا ابونا ينبع صلي وانا قاعدة قل لها يعني في لين عظام تقولي لا اقول لها في بعيد عنك حاجة يعني فقرة ديسك تقولي يا ابونا ما تقولش في وشي طيب يعني ما بنقابش ليه؟ اه تعب يا ابونا اقول لها طيب بأمانة بأمانة وانت بتعملي الرز والخضار في المطبخ وقاعدة بتشغلي في المطبخ بتطبخي بتبقى واقفة ولا قاعدة؟ بتضحك ليه؟ بتبقى واقفة لكن مع ربنا عاوزين ايه؟ بحجة ان مفيش ايه؟ جهد اه اضع عزر برضو يا ابونا تعبنين وبتاعة طب ممكن نصلي واحنا قاعدين طب نقول قدوس واحنا واقفين ونبتدي نفاصل والانجيل واحنا واقفين بس بقيت الصلاة نصليها واحنا قاعدين يا بنتي لو في مرض الله يحلك ما تسأليش ابونا ربنا حنين بس لما اقول مفيش جهد وبعدها بيديقها واحدة واحدة تقولك أنا رايحة شوپنج سنتر هنا حن جنبنا ومحتاجاكي عشان زوءك بيعجبني او تقولها حالا قديني عشرة دقايق الجهد جي منين معرفش أنا بس احنا بنكشف نفسنا ان وقت الجد مع ربنا اهو في عزر تاني اسمه مفيش ايه مفيش جهد يبان في الصوم الانقطاعي ويبان في الصلاة عزر رابع اسمه اصلي دلوقتي ما عنديش مزاج ما عنديش مزاج ما عنديش مزاج يعني ما عنديش مزاج ما مش عابد بعدين لما يجيلي مزاج الواحد لو اعتمد في حياته مع ربنا ان لما يجيلي المزاج هيعمل الحاجة مش يعمل خالص صوروا ولاد بيقولوا لأمهم يا ماما نفسنا تعمليننا كيكة تقول لهم حاضر امتى يا ماما لما يجيلي مزاج طب المزاج ده هيجي امتى لما يجي لها مزاج طب امتى ماما ما انتم ما اتعكننوش مزاجي لحسن ما يجيليش المزاج خالص فنبتدي داخلين في دايرة ان ما فيش مزاج دي او ما فيش رغبة ودي تفكرنا بيها حكاية عروس نشيد الانشيد قل المسيح طول الليل بيخبط على بابها وقلها افتحي لي يا حبيبتي افتحي لي يا كاملات يلا بقى خلي قلبي كرق ده نقاعد ساعات عشان تفتحيلي ده خلاص الفجر ده بتدى ينزل ويبلل شوية الشعر اللي تزليه من تحت العمامة اللي لابسها يلا افتحي مليش مزاج السنة تدفيت السنة غسالة رجلية مش مش في مود الصلاة مش في مود الصلاة طب ولو جه الموت الحقيقة برضو ده عذر من الاعذار الانسان بيتحجج بيها احنا قلنا كم عذر الغاد للوقتي الاولاني التبرير اتنين الوقت الدايق تلاتة بتبص ورا صح اوكي اربعة ما عنديش مزاج او ما عنديش رغبة عدم وجود الرغبة يعني انا ما حبش اصلي بالعافية الكلام ما يطلعش لما يبقى عندي مزاج هصلي عندي مزاج هقر الانجيل يكون عندي مزاج هروح لقوداس عذر خامس اسمه اعذار الميوعة الروحية اعذار الايه الميوعة الروحية يعني ايه الميوعة الروحية ما بتجيش ليه اصل الكنيسة زحمة ما بتجيش ليه اصل التكيف ما تعطل بقى له شهرين طب يعني ايه المشكلة يعني ما التكيف يتعطل كل شهرين ما احنا طول عمرنا التكيف ده حاجة يعني ما بقلاش 17 سنين 12 سنة طب قبل كده كنا بنصلي ايه وبنعمل ايه ما بناش قادرين يا ابونا ما بتجيش ليه اصل ابونا بيطول ما بتجيش ليه اصل الناس مهرجلة والنظام ما بقى زي الاول فين ماري مرقوا الزمان من 20 سنة ياه طب نعمل ايه يعني اه دي اسمها اعذار الميوع ما تلاقيش حاجة تمسكها كده بس اهو قاعد ايدي طب وكل ما تحلله مشكلة يطلع لك اتنين ما هو اصل هو واخد هو مش هيبدل يعمل كده كده اف اف ويمأم ويعني في الاخر خالص دي اعذار ميوع مش رجولة روحي هما في الصعيد الكنيسة اللي اتحرقت ولما بيصلي القدس كله ثلاث ساعات من غير سقف والشمس وكلاهم واوراهم جوه الحوش بتاع الكنيسة اللي كانوا بيصلوا فيه ورا الانبى مكاريوس او ورا الكهنة اللي بعد كده كانت الكنيسة مالهى يعني هي الكنيسة حر وزحمة الكنيسة مسيح موجود ولو المسيح موجود بس فيه كده اعذار اسمها اعذار الميوع او اعذار الدلع ودي كده اعذار بيخة بين وبينكو يعني هما كلهم بيخين العذر اللي بعد كده وده عذر شهير جدا 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 اسمه اصل الشيطان شاطر فيه قصة انا معرفش قصة دي حقيقية ولا هي قصة رمزية للتعليم انا معرفش بس انا قريتها او سمعتها من زمان وتورصتها الاجيال يعني مش قادر ااكد دي حصلت ما حصلتش قصة دي بتقول ان مرة فيه راهب في الصوم اتحارب انه عاوز ياكل بيض عارفين الحكاية دي عارفينها كلكم عارفينها او معظمكم اقولها يعني طي عاوز ياكل بيض فدخل عشة الفراخ اللي في الدير وجاب بيضة يسويها ازاي يسويها ازاي هم عندوش خبرة عن حاجة فجاب شامعة من اللي في الدير عندو ولع الشامعة ومسك البيضة بيديه ما هو ما فيش مية وكان كباقي يسلق فمسك البيضة كده على الايه على الشامعة البيضة بتاديت تشيط لان الكالسيوم اللي في القشر بتاديت طلع ريحة شياط لانها ما بتستويش كده يعني وبعدين بتاديت ايديت تلسع فوقعت منه البيضة على الارض تشط طبعا اتحصر عليها قوي يعني اشتهى وحاول وبزط يعني طب يعمل ايه قال لك اقدم توبة اقدم ايه توبة هو قدامه ربنا وقال له سامحني يا رب الشيطان شاطر القصة الرمزية بتقول كده ان ربنا سامح ان الشيطان يظهر له قال له ده انت اللي شاطر ده انت استاذ ده انا عمري ما جات لي فكرة ان انا خليك تروح تجيب بيضة وتجيب الشامعة وتولحها وتحط البدع على الشامعة انا ما كانتش تجيلي فكرة دي خالص انا كنت كنا لو حاربتك كحيرة بجيب حاجة تانية فارجوك ما تمسحاش في مش كل حاجة بقى يعني انا شنشطانة بقى ملطشة كل اللي يغلط حاجة يقول الشيطان شاطر لا لا ما لك شح اهي قصة وان كانت رمزية لكن بتقول بتقول حاجة انه وقت الانسان علشان يعتذر او يقدم واظره لك الشيطان شاطر وانا غلبان اه كان في مرة البابا سو فيلوس احد اباء الكنيسة في القرون الاولى راح يزور منطقة اسمها منطقة الالالي كان زي برية شهيد كده في منطقة تانية فيها تجمع رهباني اسمها منطقة الالالي فهو ماشي قابل اب راهب متقدم متقدم يعني يا ربيط رئيس رهبان فقال له مش هسيبك قال لما تديني كلمة منفعة فقال له ليس هناك افضل من الا يأتي الانسان بالملامة الا على نفسه بس انا دايما اقول الشيطان ايه شاطر بس الشاطر الحقيقي يقول انا اللي غلطان مش الشيطان هو اللي ايه شاطر من ضمن الاعذار اللي كلنا تعودن نعتذر بيها ودي بقى تاخد طغمة الكاهنة وطغمة الخدام الانشغال بالخدمة شغال بالخدمة ارجع تعباني سا 11-12 من زيارات وتعزيات ومجملات وافتقادات فارجع الساعة 12 بالليل وبعدين يتقلي انت يعني قانونك الروحي اخباره ايه اقول له ما انا مقدم حياتي كلها الربنا انا مش حرفي اصلي بقى تقول لي قانون روحي وتدبير روحي وباكر وتالتة ونوم وغروب انا موضوع اكبر من كده احنا حياتنا كلها من اجلك نمات كل النهار ومدام من اجلك نمات كل النهار بقى ربنا هو احنا شغلين ايه يعني لحسابنا ولا احنا بنعمله ده من اجل فلوس ولا مادة ما احنا سيبنا كل حاجة وشغلين مع ربنا الحقيقة نموس او نظام او قانون يعني بايز بايز ليه لان الحقيقة المسيح في وسط خدمته كان عنده ثلاث سنين ونص خدمة ولازم يخلص بها كل كراسته وامثلة الملكوت والموعز على الجبل والفداء وكل ده خلصه كان بيجي وقت فيه يختلي في الجبل لوحده ويقعد ويصلي عشان يعلمني ان مهما كنت عندي خدمة ومهما كانت الخدمة ضغطة وجدول الكاهن بامانة لا تتخيلوه الموعيد وبعد اوقات الكاهن ما بيلاقيش وقت يحضر ما بلاقيش وقت ينام شوية ومع هذا ده مش عثر مش عثر حتى انا فاكر مرة كنت بقول لاب اعترافي الحقيقة برضو يعني كان من فترة غير دلوقتي لان دلوقتي الاباء كتروا فالاعترافات توزعت لكن زمان كانت الاعترافات تبتدي من اربعة ونص لغاية واحدة صباح مرتين في الاسبوع كده والصبح وهكذا كانت الاعترافات ضغطة قوي 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 فمرة كنت بقول للاب اعترافي بقول له انا الحقيقة يعني يعني اربعة ونص ما بكونش الحق واثناشر ونص واحدة دي برجع مستوي يعني يدوبك ياخد حمام يخسل وش ينام بالجلابية السودة حتى مش ملحق فمش عارف اعمل ايه اعتقدت ان اللحظات هيشفق علي ويقول لي معلش ربنا مقدر الحقيقة كان يعني شديد وبس بهدوء يعني قال لي لا يا بول ما ينفعش ان شاء الله في وسط الاعترافات تحجز معاد اعتراف تخش تصلي فيه صلواتك يعني اعتبر ان في واحد نمرأ مثلا اربعتاشر ده تروح مشاط بالخانة بتاعته وتدخل هيك المريجرجس تعمل مطانيا وتصلي ولو خمس دقايق القطع وقدوس الله وبعدين تكون تعبت كده على رقم اتنين وعشرين تروح الداخل مكمل مثلا اي حاجة تانية بس ما ينفعش ما ينفعش فالحقيقة ده وزر برضو من الاعذار اللي احنا بقولها ان بسبب الخدمة خاصة بقى لما واحد من حضراتكم يكون مسج ثلاثة اربعة خدمات او ثلاثة اربعة مناطق ومشغول بيها هنا بيدبر احتياجات وهنا بيدبر فلوس وهنا رايح يجيب هدوم وهنا رايح يجيب مش حارف ميلا حاجات بتاعتكم الحلوة دي اوقات من كتر ما الواحد بيخدم يجي له احساس انه هو مش محتاج يعني يجاهد قوي في حكاية الصلاة او القاعدة مع ربنا لان العذر مقبول او احنا بنقضي حياتنا مع مين مهو كله الربنا احنا قلنا كم عذر غد دلوقتي سبع قلنا التبرير قلنا دي الوقت قلنا الجهد قلنا المزاج قلنا الدلع قلنا شطان شاطر وقلنا بعد كده الانشغال بالخدم طيب ايه خطورة الاعذار احنا قلنا على فكرة فيه اعذار كتيرة تانية بس احنا مش عاوزين نقضيها كلها اعذار احنا عاوزين نشوف ايه خطورة الاعذار اول خطر من خطورة الاعذار ان الانسان الذي يلتمث الاعذار لنفسه مش للناس ده اول حاجة هنقولها كده ضد الرجولة الروحية ضد الرجولة الروحية ضد الرجولة الروحية بايخة اوي 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 ارجع تاني الادم وحاولا ما ربنا بيلوم ادم على انه كسر الوصية واكل من الشر وصر متعدي ومستحق لعقوبة الموت قال له المرأة التي ايه اعطي تاني بيرمي اللوم على مين على امراضه طب دي رجولة دي بايخة شوية يعني الراجل بقى المفروض راجل يعني هي تغلط تجيبها في نفسك ياعنى ولا شيلها انا عنها فانت اول ما تتزنق عشان تقدم عذر وتبرر نفسك تتهم واحد تاني دايما التماس الاعذار ليس من الرجولة الرجولة الروحية لما الانسان يغلط يقول لك وحدك اخطأت والشرة قدامك صناعة تاريخ الكنيسة يحكي حكاية عجيبة قوي عن اب باتول كان من رجال الكهنوت واعتقد ردبته كانت اسقف وابتدت تتردد عليه ارمالة شابة تبتدت تتردد عليه ارمالة شابة مع الوقت والحنية انه عاوز يرعيها ويرعي ولادها ومصاريفها اتحركت جواه مشاعر ما مشاعر مجرد مشاعر يتدد يحس انها مقربة ليه وجودها يعني من عدم وجودها بيفرق معا شوان وفوج الشعب ان السيدنا في الكنيسة هذا الاب الاسقف بيقول ما استحقش اكون بالرغم ان ما حدش فضحه ولا اي حد بس هو حس انه غلطان كان ممكن يلتمس الاعذار اللي نفسي يقول ما انا بشر برضو داود داود غلط يعني داود اللي بيقول المزامير اللي كتب المزامير اللي احنا بنصليها غلط طب هو زي انا وقتل انا بس حاجة كده اتحركت جواه يعني موقعتش وقوع جامد يعني وبعدين ملحوقة اقدم توبة الاب اعترافي شوفوا بقى هو عمل ايه عمل الاكستريم التاني رحل الشعب بتاعه وقال لهم ما استحقش اكون لكم اب ومش هقدر اصلي القداس ومش هقدر اصلي ولا ارفع الزبيحة ويعترف انه وقع في خاطئة الزنة ولو على القلب الفكر او على القلب الخيال وقال لهم مش هينفع اكون ابوكم من النهار دا وبكى الشعب لانه عارف ان ابوه نقي ولولا نقاقه ما كانش عمل كده الحقيقة لولا نقاقه ما كانش عمل كده بتعرفين بقية الحكاية انه طلب من ان الشعب كله وهو ينام ويدوسوا عليه وهم معاديين ومخرجين باب الكنيسة بصرف النظر انا ما بقولش دي الصورة المسلى للتوبة ولا لا انا ما بنائش التصرف التصرف ممكن يكون كل واحد لنا في رأيه وعليه تحفظات انا ما بنائش دي انا بنائش الرجولة الرجولة اه انا غلط اه انا وقعت في شهوة ما قد تكون عاطفة او قد تكون شهوة جسد بس انا وقعت وفي واحد يقول لأ ابدا انت فاهمين اني غلط دي ابوه انت ليه بقيته اشرار بتبرر نفسك وانت لو ضحكت عن ناس كلها والناس كلها قبلت الاعتذارات ربنا بتضحك عليه ربنا بتحكش عليه يعني لما واحد يقول له معلش يا رب استنى ما عنديش جهد اللي لا دي انت فاعل ما عندكش جهد رجولة رجولة يبقى اول خطورة ان الاعذار ضد الايه ضد الرجولة الروحية اثنين ان الاعذار تثبت بالدليل ان انا انسان عندي كبرياء وعاوز احسن صورتي يعني نمر واحد الاعذار ضد الايه ضد الرجولة الاثنين الاعذار دي صورة من صور الزات يعني لو ماقول اصل انا ما كانش اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا ما اسهل اقول اختيت وخلاص يعني مرة او حصل كتير معايا كده وانا بعترف لكو يعني واخد الحل من ابونا في الاخر ابقى داخل واحد يلومني على حاجة يلومني على حاجة يقولي يا ابونا كانت الخطوبة بتاعتي اول امبارح وسعب علي انها ما شفتكش انا فعلا كان عندي عذر حقيقي يعني كان عندي عذر كان عندي خدمة تانية فتلاقيني اول ما بكلم اقول له ايه اصلي يا حبيبي كان عندي وكان طيب ما هو اسهل اقول اخطيتي بس يظهر اخطيط صعبة ان انا اقول له انا فعلا غلطان والاسهل ان انا اقول له ايه عندي عذر عادة لما بتقول الانسان عذر هو ما بيقبلوش بس حفظا على مأواج هك بيقبلو لكن من جوه ما بتعرف اسهل بكتير قوي تقول له اخطيط 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 ومش عارفة ودي وشي منك فين يقول له خلاص ما فيش حاجة العفو يا ابونا العفو لكن لما اقول له كان عندي افتقاد اقول له عن افتقاد اهم مني اقول له طيب واحد كان في مستشفى ولي عن المستشفى كان هيموت كنت تعالى لي وبعدين روح له او روح له وبعدين تعالى ما هو ما فيش عذر مقبول عند الانسان المجروح فاسهل قوي قوي ان بدل محسن ذاتي وحط ميكياج لنفسي عشان ما طلعش غلطان اول انا غلطان اول انا اخطيط بس تعمل قوي في الزات بقى الزات المتعبة اللي لازم تلاقي عذر ومرتحشا لما حس انك قبلت العذر بتاعي وبررتني عشان انا مش عاوزة دين نفسي طبعا الكلام برضو يعني محتاج كل واحد يوزنوا مع نفسه من خطورة الاعذار حاجة اسمها يقولوا عليها الاباء تخدير الضمير ليه لان عذر مقبول ومريح فبخدر بضمير فانا بطلع مش غلطة يعني التلاتة اللي اعتذروا للمسيح الحقيقة كل واحد من وجهة نظره عذره مقبول جد ودميره مرتاح انا قلتولي سوريو هبعث له بوكي ورد بعتذر عن العزومة وهقول له اصلا جبت خمس ازواج بكر او انا او انا او انا بس الحقيقة العذر ده مش مقبول بس عيب العذر ده انه خدر ضميري يعني ايه خدر ضميري عارفين اقولكم زي ايه زي ما واحد بيقولي التاني انت غلطت في حق فلان يقولك فلان ده طيب هتحك عليه بكلمتين بس انا بقيت مبسوط اني عرفت هتحك عليه وخلاص ما بقاش فيه زعن ياه هي وصلت للدرجة دي عارفين يعني تخدير الضمير يقولك انا بعرف ازبط كل الناس اللي حوالي كويس قوي اعرف كل واحد اقول له ايه لو بحكمة روحية ومن اجل الراحة ومن اجل السلام ومن اجل البناء احنا موافقين لكن لما تعملها من اجل تبرير الزات او انك انت تقدم عذرة عشان ما يبقى الشكلك وحش لا مش موافقينك الحقيقة اخطر ما في الاعذار انها غير مقبولة امام الله قول اللي انت حاوز تقوله لكن في واحدة تخش ما تفتحش بقها يعني المرأة الخطيئة دي كانت ممكن تخشله بقصة تقوله انا هقولك حالتي ايه انا تربت يتيمة وامي ما ربتنيش ورمتني في الشارع وجم علي اصدقاء سوء ودحكوا علي انا مكنتش ناوية بس تحكوا علي ولما جيت اتوب هددوني فانا فضلت مستمرة في الشر شفت انا ضحية ايه مجتمع وتعليم وامي ما تنفعش تبقى امي ايه رأيك فيه بقى الحقيقة ما عملتش ولا حاجة من الحاجات دي كل اللي عملت ودخلت وتترسبت من ورا وبدموحها غسلت رجليه وبعدين انكسفت زي الدموع الخطيئة دي تنزل على رجلين البر ده فمعرفتش تقمليه فجابت شعرها بتمسح له رجليها وعلشان كده الاعذار غير مقبولة امام الله صاحب الوزن الواحدة ربنا عارف ان امكانياته قليلة فما ادلوش خمسة ولا ادالو اثنين ولا تلاتة ادالو واحدة فربنا ادني على قدي فقال له اسمع يا رب انا ده فانتهلك في الطراب عشان لما تيجي تلاقيها ايه عندك قال له لا 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 انت فهم غلط قوي انت غير مبرر غير مبرر غير مبرر لان عذرك غير مقبول فارجوكم لاحسن تكونوا متكلين على اعذار كتير ايه قوي ما بتخدمش ليه عندي عذر ما بتصليش ليه عندي عذر ما زرتش فلان ليه عندي عذر ما سألتش على فلان ليه عندي عذر كل حاجة عندي ليه همية عذر بس الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة يقلي قوي لان كل هذه الاعذار مكشوفة وغير مقبولة امام الله بس اما قلتلكم ده مكياج انا بحطه عشان احافظ على صورتي وعلى ذاتي انا انا خلصت بس نحاول نختم بتدريب ولا اتنين التدريب الاولاني هو القول اللي قاله الراهب للبابا ساو فيلس قال له ايه التدريب الاولاني اتدرب كده انك تأتي بالملامة على نفسك تأتي بالملامة على نفسك تأتي بالملامة على نفسك تأتي بالملامة على نفسك وقول لنفسك كده أنت بلا عذر أيها الإنسان أبقى متأخر على الاجتماع غصبا عني أول حاجة لما أنا متأخر على الاجتماع هقابل أبونا أقول لهم عليش يا بونا شوارع واقفة وبقالي ساعة واقف في شارع بيروت واقف مش عارف مين الحقيقة أنا برضو غلطة كنت أعمل حسابي إن مصر كلها كده وبدل منزل 10 دقايق قبل الاجتماع أنزل نصف ساعة قبل الاجتماع أنا غلطة على الأقل غلطان إن خلت أبونا متدايق أو مجدود إن مستني المتكلم غلطان ولا مش غلطان بصرف النظر عن العذر طب أبتدي أجي بالملام على نفسي يا جماعة كلمة أنا غلطان بقت صعبة أوي 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 على أي حد فينا بالرغم إن كلنا غلطانين وكلمة أخطيت اللي بنقولها بقت أخطيت كده عمال على بطال يعني تقابل واحد كده عليه كده حاجة اسمها أخطيت يعني تقوله صباح الخير ويقولك أخطيت صباح النور أنا مش فاهم ليه بيقولها فهم شيء دي التانية إن أنا ألوم نفسي بجد أمام الله وقدام اللي أنا غلطت في حق وحس فعلا أنا أغلط وأنا بشر وهغلط طب أقول إن أنا بغلط التدريب الثاني لابد من وجود نوع من أنواع إحنا قلنا أأتي بالملامة على نفسي نمرة أتنين التغصب شوي لا لازم أغصب نفسي بصراحة أنا لو سبت نفسي على حالها أخسر حياتي كلها فلازم أغصب على نفسي أنا عندي مئة سبب يخليني ما صليش وعند مئة وخمسين سبب يخليني ما كدمش وعنديني مئة سبب إن أنا ما أقراش إنجيل مكسل طب خلق ما كسل اقرأ طب ما بفهمش طب هاد كتاب تفسير ليه سهر كتاب تفسير عناية أصلها عناية ما بتشوفش الخط هنجيب لك كتاب قد كده كلمة عبرها عن نص سطر مكتوب بنت تمانية وتمانين يقولك لا نفسيا بتعب من الخط الكبير وبعدين بقى وبعدين بقى لازم أغصب نفسي لازم أغصب نفسي حاكتلكوا حكاية قريبة على الرهبان اللي كانوا بدوروا على الدير المفقود ولا ما قلتلكمش أنتو مش فاكر يعني إيه الواحد يغصب نفسه ما تسبش جسدك يعمل فيك اللي هو عايزه لأن جسدك ده هيجيبك طيب الحكاية بتقول إن في دير في أحد هذه الأديورة بيقولوا للربيطة بتاع الدير أو الأب الكبير إن في دير أسري على بعد 15 كيلو أو 12 كيلو الحق يا ابونا ودور عليه وعمروا براهب أو اتنين قبل ما يتاخد وحد يستولى عليه فأبونا راح جايب خمس إيه خمس رهبان معاه اللي هم يعني الكبار اللي في الدير كده وقلهم في حد قالنا على الغرب الدير بتاعنا فيه كذا كذا فاخدوا كل واحد الركوبة بتاعته ركب على الحمار بتاعه واحدين يسبحوا طول السكة مش دارينين ببعض فأبونا كده جاي في نص السكة بعد سبعة كيلو راح بص الورا بيعمل تمام أو بيتمم على الأربعة أو الخمسة اللي وراه فكل واحد قال له أيوة يا ابونا أيوة يا ابونا بيقصوا على آخر واحد ملاقوش آخر واحد يا نهارا بيض ده من إمتى ده مش موجود ما نعرفش يا ابونا ما حدش فينا بص وراه فجاب أبونا كده شاطر وحكيم قال له إلحق دور على أبونا فلان اللي كان في آخر الصف ومش لقيينه فمشي يدور عليه مش اتنين تلاتة كيلو لأ الحمار يعيني على الأرض نايم وأبونا قاعد جنبه ووشه حزين قوي ومسك العصايا ومداري كده الشمس قال له فيه إيه يا ابونا قال له شفت اللي أنا فيه قال له إيه قال له الحمار قال له ماله الحمار نام قال له هو إيه اللي حصل قال له ولا حاجة كنت أنا ماشي وراكم لقيت الحمار كده ابتدت إيه خطواته تبقى بطيئة فصعب علي فمشيت جنبه مشيت جنبه 200 متر رح تربس ووقف قال له بعدين قال له وقفت جنبه قال له لما لقاني وقفت جنبه بعدها بعشر دقايق رح نام على الأرض رح تقعدت جنبه فأبونا الناصح الحكيم قال له هو عملها فيك قال له إيه اللي عمل فيه قال له وريني العصايا بتاعت البرية بتاعتك ومسك العصايا وجيه على فخد الحمار وده له لا سحة واحدة الحمار قام فزه بأحصان قافس جري جاري قال له جسدنا عامل زي الحمار ده الاول يساوم معك يقول لك ممكن تصلي وانت قاعد على السرير ده الحمار يبتدى يهده هو فانت تطوعه يقول لك ممكن تحط الخددية وتسطح وانت تطوعه وبعدين يقول لك ممكن نتزحلق وانكملها وانت تطوعه وبعدين يجي صحك تاني يوم فالحقيقة لما الأباء تكلمونا على مبدأ التغصب مش كلمونا معناها ان الحياة الروحية بالإكراه هم عارفين ان احنا جوانا قوتين جوة قوة اسمها الجسد وقوة اسمها والصراع دوة تتكلم عنه بوليس الرسول في رسالته الاهل الغلاطية قال كلاهما الاتنين بيصارعوا بعض الاتنين بيتخلقوا مع بعض فانا علشان عارف ان انا ليه اكليل وليه ابدية وانا ابن ربنا وربنا مستني صلاتي اجي على نفسي شوية اتغصب شوية اتغصب شوية لان الاعذار ملهاش نهاية كنت مرة عند احد الاباء الكاهنة في كاليفورنيا في بيته وكان قبل ما البابا شنودة يكون ليه مقر في كاليفورنيا كان بينزل في بيته فهذا الاب الكاهن بيحكي لي لما البابا شنودة كان عندهم في بيته كان البابا ينزل ستة الصبح لابس اللبس بتاع الخدمة يعني لابس التونية علشان هي كنيسة هيداشن وكنيسة قدس وكنيسة مدرس احد ووعظة ساعة اثنين ووعظة ساعة ثلاثة كان الراجل ده كان عنده سبعين سنة وبيعمل عمل ما بيعملوش واحد فيك وعنده تلاتين سنة فبيقول لهم بيقول لهم ده نبارح هو بيحكي لهم عشان هم زي قسرته يعني كان في جزء منهم قسرته فبيحكي لهم ببساطة كده بيقول لهم ايه بيقول لهم ده نبارح اتحربت حرب جديدة قوي الحرب دي خلي بالكم قصة الحمار اللي فاتت دي ليه علاقة بالحكاية دي قال لهم انا راجع الساعة عشرة ونص بالليل ومن خمسة الصبح صحيح عارفين يعني ايه من خمسة الصبح لعشرة بالليل يعني كتير قوي 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 فانا رجعت ما كنتش قادر امدي ايدي من الالم اللي في ظهري والعمود الفقري كان الامه مبرحة هو كان عنده تعب في عموده الفقري فما كنتش قادر اصلي لدرجة ان انا ترميت على السرير ما قلعتش هدومي قلت انامل كام ساعة دولة وربنا عارف ان انا في مفيش دقيقة مضيعتهاش في الكلام عنه طول النهار وبعدين جالي هاجس كده طب قوم اشكر ربنا على اللي ادا لك اليوم ده كله فصليت صلاة الشكر وبعدين قلت لنفسي طب لو النهار ده جيه الملاك يطلب روحي مقدمش طوبة لربنا فقلت رحمني يا الله عكزيم رحمتك قلت بالمرة اخد مزمور اخدت مزمور وانا بقول المزمور عارفين الاية اللي بتقول يجدد مثل النصر شبابك ربنا اداني قوة كاني نايم بقى لي عشر ساعات وكملت القانون بتاعي كل لغاية اخر حد القصة دي برضو كل ما بقولها او بسمحها بتوبخ قوي 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 لان سهل الكلام بس اوقت الواحد ما بيعملش باللي بيقوله ربنا يسمحني ويسمحكم لكن عالقل خد ناخد القيمة ان الواحد يجي على نفسه شوي وربنا مقدر قوي اللي انت بتجيبه وتقدمه لربنا من اعوازك في الراحة او اعوازك انك تغمض عينك دي ايه ازيادة ده عند ربنا ليه تمن تاني خالص 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 غير اللي انت بتعمله وانت مرتاح احنا قلنا كان مبدأ نمرة واحد اقتي بالملامة على نفسي اتنين التغسط تلاتة تالت مبدأ ناخد مبدأ اسمه مدام كده كده انا بحاول التمث الاعذار لنفسي عشان صورتي وعشان كاني دايما التمث الاعذار لكل من هم حولك يعني في مرة بس انا مش فاكر مين انا فاكر القصة بس مش فاكر مين لو انا فاكر مين تبقى تحمل شيء من التريقة والادانة بس الحقيقة وربنا شاهد انا مش فاكر مين خالص بنت متقدم لها ولد في الولد ده فيه مزايا كويسة قوي قوي بس فيه مشكلة انه تعلم تعليم حكومة اوقات اللي تعلمه تعليم حكومي وعشان في اللغة العربية عندنا البه حرف واحد مفيش به وبه متزاي القبطي القبطي فيه دي ودي لكن اللي والانجليزي فيه دي ودي فاوقات يعني لما يقول كلمة انجليزي تطلع يعني يعني ملاخبات شوية يعني بيبول زبوي كده يعني انتو اخدي بالكو طبعا بصراحة بالنسبة لللي بتعلم انجليزي كويس الكلام ده بيوجع ودنه شوية بيوجع ودنه بس المشكلة مش في دي المشكلة البنت كانت مستاقة وعندها مشاعر من مشاعر الاقلال او مش عاوز اقول الاحتقار طب يا بنتي لو كنت ظروفك ما سمحتش انك تخدش في مدرسة اجنبية وكنت دخلت مدرسة زي وكنت طلعت قلت ايه تقول لي ما تقنعنش يا ابونا يا بنت انا مش بقنعك انا ماليش مصلحة تتجوزي ولا ما تتجوزهوش خالص انا بتكلم على فكر ان احنا لا نلتمس الاعذار للناس يعني في ناس بيبقى صوتها عالي اوي اوي احنا بالنسبة لنا صوت العالي ممكن يكون حاجة بتزعجنا بس لو عرفت ان هو شغال في ورشة خراطة والخراطة دي دايما صوتها عالي فعشان ينادوا على بعض جوه الورشة لازم يزعقه تلتمس له العذر انا مش عاوز باخد امثلة كتير انا عاوز ده يكون مبدأ في حياتي مبدأ روحي ان انا التمس الاعذار للناس احنا ما نعرفش ظروف الناس صدقوني صدقوني اعطى الخطى اللي بندنهم على خطاياهم يمكن لو احنا كنا ظروفهم في ظروفهم كنا عملنا كده فاكرين قصة يهوذة وصمر اللي جات في سفر التكوين في الاخر خالص قال ايه هي ابر مني كان بيدنها على زناها لما بعدت له الخاتم والعباء والعصايا قال هي ابر ايه مني يعني انا اللي غلطان مش هي يا ريت نوسع الوبنا ونلتمس الاعذار لكل من حوالينا هتفرق كتير قوي ساعتها هنبقى قربنا شوية من قلب ربنا وهو بيبص على ولاده وعلى خلقته ربنا يديني ويديكم ان احنا نبعد عن كل الاعذار البيخة ونلتمس للناس الاعذار نخصب على نفسنا شوية ونأتي بالملام على نفسنا لان الاعذار ليست من الرجولة الروحية لالهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد امين